بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله علة وجود الإنسان في الدنيا كلمة واحدة الإبتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فالابتلاء علة وجودنا سبب وجودنا غاية وجودنا نقطة دقيقة ليست البطولة أن لا تبتلى بل أن تنجح في الإبتلاء والنجاح في الإبتلاء ثمن جن عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين فإنا كنا مبتلين آية دقيقة جداً كنا مبتلين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله فإذا كانت علة وجودنا الإبتلاء فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى وهو القدوة لنا جاءه جبريل أعطاه الرسالة ألقى ألقى هذا الحق على الناس الإلقاء سهل لكن مع هذا الإلقاء في إبتلاء ابتلي بشدائد لم تجمع إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي بشدائد ذكرنا بعضها في دروس سابق فهذا الإبتلاء ألت وجودنا ولأنه قدوة لنا الآية دقيقة جداً لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فالنبي الكريم يلقي ينطق بالحق يتكلم يبلغ في وظيفة ثانية أنه في حياته في مراحل حياته في انتصاره في عدم انتصاره في أمنه في خوفه في غناء في فقره كان وفق من أجلة ولي ملاحظة دقيقة جداً قد يبتلى إنسان بالمرض فقط قد يبتلى بالغنى فقط أو بالفقر فقط لأن النبي قدوة لكل البشر لكل من يأتي بعده من البشر لا بد من أن يبتلى في معظم الموضوعات صلى الله عليه وسلم وبحديها المتناقضين الغنى والفقر القوة والضعف الصحة والمرض الأمن والخوف هذا تحقق في حياة النبي الشكلة؟ طبعاً الغنى الكبير والفقر الشديد؟ لمن هذا الوادي اللي هو لك؟ قال أتهزأوا بي؟ قال لا والله هو لك فكان سبب إسلامه هذا الرجل إذن كان الوادي أصلاً ملكاً للنبي عليه الصلاة والسلام ثم تبرع به ولما دخل بيته أعندكم شيء؟ قالوا لا في بيت بالأرض ما في غريف خبز؟ ما في شيء تتاكل إطلاقاً الله أكبر قال فإني صائم فالنبي الكريم وحده ابتلي بكل صفة بطرفيها الحادين بكل صفة فكان قدوة لنا في الفقر وفي الغنى في الصحة وفي المرض في الأمن وفي الضعف في الأمن وفي الخوف قدوة البشر كله يا الله هو إنسان معه دعوة تلقى إلقاءاً بس معه حركة بالحياة حركة حركة وهذا يمكن زواجه نعم هجرته ابتلاءه هو بشر إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر صلى الله عليه وسلم وأغضاب كما يغضو البشر إلي ملاحظة دقيقة جداً ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر بخاف كما نخاف يتمنى كما نتمنى يتمنى السعادة يتمنى الراحة الصحة لكنه ابتلي فابتلاءه أصبح النبي قدوة لنا الآية الأصلية في هذا اللقاء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كان لنا من النبي منطقه دعوته إلقاؤه خطابه وكان لنا من النبي حركته في الحياة الله يفتح لكم يا دكتور الله يفتح عليكم شيخنا إذن حينما نتحدث أن الأصل في هذه المسألة الابتلاء أي الامتحان من الله سبحانه وتعالى ليعلم الله من ينجح ويصبر ومن لا قدر الله يحيد عن هذا الخط شيخنا ذكرتم قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس تعرضا لحد دي الأمور في المال الغنى والفقر في القوة القوة والجاه وفي لحظة من لحظات يعني محاولة الإحاطة بالنبي ومحاصرته والضعف البشري في الصحة وفي المرض لماذا هذا الأمر كان بهذه الحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يكن أمرا واحدا لو أن النبي لم يمرض ولم يفتقر ولم يخاف القضية سهلة جدا أما هو مع الشدة التي قد لا تحتمل يعني مثلا النبي الكريم بيقول أذيت في الله وما أذي أحد مثلي صلى الله عليه وسلم وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابطو بلال أطعت خمز هذا الابتلاء ابتلي كما نبتلى بس بحالة حادة جدا ممكن نفسر شيخنا الحديث أنه أذيت في الله ما الأذى الذي تعرض له هذه أي ذا النبي حينما يكون الكافر قوي ويحبط دعوة النبي ليش هاجر ما تمكن يتابع الدعوة ببكة صحة وبين أهله طبعا ما تمكن والهجرة منهج للحياة يعني إذا كان مكان حالة بينك وبين أن تعبد الله والعبادة علة وجودك في الدنيا أي مكان حالة بينك وبين أن تعبد الله والعبادة سبب وجودك في الدنيا ينبغي أن تغادر هذا مناج يعني يستفاد من درس الهجرة في حياة المسلمين إلى يوم القيامة أنت خلقتها لتعبد الله يعني إذا واحد أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون ما قبلوا بالجامعة قالوا إقامة بباريس إقامته انتهت فالإنسان علة وجوده العبادة والدليل وما خلقته الإنس والجنة إلا ليعبدون إلا ليعبدون فالعبادة علة وجودنا فإذا مكان ما في الأرض حالة بينك وبين علة وجودك لا بد من أن تغادره سبحان الله وهذا أصل الهجرة هذا ما يستفاد من الهجرة نعم وفي الحديث شيخنا واخفته في الله ولم يخف أحده مثلي ما القوف الذي تعرضه إلى النبي الإنسان بالرخاء لا يمتحن بالرخاء يعني أي إنسان بالرخاء ماشي أما شدة ما بعدها شدة حرب ما بعدها حرب ضيق مادي ما بعده ضيق وبقي ثابتا أكتر الدعاة أو أكتر من يحمي الفكر بالشدة بيتخلى عند دعوته والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يضير الله وأهلك دونه يعني أعلى درجة من الصدق نعم إذن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف كما يخاف الناس أبدا 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 لكنه كان صابرا أبدا صلى الله عليه وسلم طيب شيخنا الحبيب لو ذهبنا إلى نشأة النبي صلى الله عليه وسلم توفي والده ولم يراه توفيت والدته وهو في سنة صغيرة عمه الذي كان يناصره توفي بعد فترة بسيطة لماذا بين قوسين شيخنا كثرت الوفيات يعني هو الحقيقة لو كان نجاحه في الدعوة بدعم من والده بدعم من مجتمعه نعم بدعم من قبيلته بدعم 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 قلت قيمة النجاح الله لا في أب ولا في قوم ناصره والطري غادر مكة أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابطبلال يعني أعلى درجة من التضحية أعلى درجة من المؤاثرة أعلى درجة من التمسك بالمبدأ أعلى درجة من القيم التي يحملها لا أي إنسان حمل فكر معين مرفع كثير لا أحد يصدقه أعلى دخل للسجن خمسة مرات وبئي على مبدأه محافظ صار بطل هذه التضحية صنعت منه بطلا فإذا كثرت الأهوال الصعبة في حيات النبي عليه الصلاة والسلام ولفيات الموجودة أنه ضحى وصمد صلى الله عليه وسلم إلي رأي تاني دقيق إلقاء الكلام سهل وفيه مكان اجتماعي وفيه طلاقة لسان وفيه بلاغة وفيه جمهور يصفق القضية سهلة جدا أما السجن مو سهل سبحان الله السجن التعذيب الهجرة فهي الشدائد تؤكد التمسك بالمبدأ والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك ما تركته حتى يظهر الله وأهلك دونه اليوم شيخنا من ابتلي مثلا بأن ولد وكان والده متوفي وأمه تحمل به لو توفيت والدته وحرم حنانها اليوم يتأسى بالنبي يعني أول مثال يذكره الناس قلت لك ما هي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي الإنسان قد يخاف قد يسجن قد يولد من أب فقير قد فيه شدائد فيه شدائد مادية شدائد صحية شدائد أمنية شدائد مثلا اجتماعية ومع ذلك صبر هذا الصبر يعطيه أعلى درجة يعني أنت أحيانا تعمل شك لإنسان بمئة ألف هذا مئة ألف مرة تانية بمئتين ألف بخمسمائة ألف فيه شك موقع بس ما فيه رقم إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب الله أكبر هذا أعلى عطاء إنما يعطيه شك من أقوى دولة وأغنى دولة بس موقع حط أي رقم إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب فالصبر من سماح المؤمن وهذا الصبر يرفع مكانة المؤمن الصبر ما غير ما بدل الإنسان على أقل ضغط أيام بيكون يحمل فكر معين يسعب إلى جهة أمنية بيتخلى عن مبدأه كله والإذاق أصعب المتاعب الله يفتح لكم وما تخلى عن مبدأه الله يفتح لكم يا دكتور شيخنا أيضا في حديثنا عن النبي القدوى عليه الصلاة والسلام في وفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت كلمات النبي إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم ولم يحزنون الحزن البشري لكن لا يقول إلا ما يرضي ربنا يعني لو إنه النبي ما أصيب بشيء لا يكون قدوة لنا ذاق الفقر ذاق الغينة ذاق القوة ذاق الضعف ذاق موت الإبن ذاق موت الزوجة ذاق أنه العالم كله كان ضده يعني الله أذاقه كل شيء وكان ناجح في كل شيء قدوة كان إلا ليكون قدوة نتأسى فيها قدوة عملية فمن توفي له ابن اليوم يحزن كما حزن النبي وقد تبكي عيونه قال إن العين لتدمع أعطاك الموقف نعم كان واقعي ما كان حالم صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزنون يعني صفة الأبوية واضحة عندهم سبحان الله والألم كان واضح الألم ما بيناقض الرضا بالله قد يأتي قضاء من الله قاسي فأنا لما لما أرضى به لا يعني أنني أستمتع به لا لا ولما تحزن به كإنسان لا يعني أنك ترفض الرضا به أبدا أبدا يعني الألم لا يلغي الرضا جميل كلمة دقيقة جدا مهمة جدا المصيبة إلى ألم الفقر صعب السجن صعب وشعوري بالألم القهر صعب لا يتنافى معه هذا الشعور بالألم الذي لا يحتمل لا يلغي الرضا راضي عنك يا رب الحمد لله طيب للتوضيح وإن كانت خرج موضوعنا ما معنى الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم ما معنى الرضا دكتور قال له يا ربي هل أنت راضي عني قال واحد أثناء الطواف حول كعبة قال له يا ربي هل أنت راضي عني قال وقع في روعي يقوله بعض الدعاة وقع في روعي هل أنت راضي عني حتى أرضى عنك قال له يا رب كيف أرضى عنك وأنا أتمنى رضاك قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عني يا صلى الله بطولتك مو بالرخاء مو بالدخل الواسع مو بالزوجة الصالحة بالابن البار لا مو بطولة البطولة بالمأساة بالفقد بالمصيبة بالدخل المحدود أحيانا بالوضع الصعب الابتلاءات هذا الابتلاء كما ذكرتم في مطلع الحلقة فما لم ننجح في الابتلاء لم ننجح عند الله جميل إنا كنا مبتلين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عمله فالابتلاء علت وجودنا الله يفتح لكم سينا إذن شيخنا شعور الإنسان إذا شعر بالمرض أو بفقر أو بحدمات بالحزن هذا لا يتنافى مع الرضا لكن لا يشعر بالصخت أو يغضب مما قدر الله يرضى لكنه يشعر بالألم البشري رضي الله عنهم ورضوا عنه أصر الله أن يجعلنا منهم الله يكرمكم سيدنا وزيزيز